لازم يجوزهم بدل ما نعمل علاقة حرام تغضب ربنا سبحانه وتعالى يبنعمل علاقة حلال ترضي الله سبحانه وتعالى اي اتنين بيحبوا بعض نبعت نجيب المأزون وعلى كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين لكن انك انت تقدم لك حد نمرة اتنين حاجة مهمة جدا ما ينفعش ان الاهل يجبروا بنتهم على ان تزوج من شخص لا تريده على الاطلاق ما ينفعش جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية بنت راح لسيدنا النبي بتشتكل بتقول له يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بيه خسيسته انا مش بحب ابن عمي مش عايز اتجاوز ابن عمي لكن ابويا عايز اتجاوزهولي غزبا عنه ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بيه خسيسته وانا له كارهة فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام الى ابيها فجاء فجعل الامر اليها قال يا رسول الله ابنتي حرة تتزوج بمن تريد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنى على هذا الرجل وقالت البنت يا رسول الله كانت مؤدبة او محترمة قالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي ساتزوج ابن عمي ولكن اردت ان اعلم النساء او ان اعلم النساء انه ليس للاباء من الامر شيء يعني يجب على الاب انه طبعا يستشير بنته ولا يجبره على الزواج من شخص لا تريده فعشان كده بقول لحضرتك ما ينفعش لابوكي ولا اعمامك ولا حد يفرض عليك حد انت ما تجوزهش لكن حاجة مهمة جدا تالتة بقى ودي الخطيرة جدا اللي بتقع فيها بعض البنات للأسف الشديد مشكلة كبيرة جدا ان الولد يقول لها تعالي بس اهلك رفضين تعالي تجوزك ونحطوه مدام الامر الواقع ده غلط ويغضب ربنا سبحانه وتعالى واي بنت بتعمل كده اي بنت بتتجوز من وراء اهلها او دون موافقة اهلها او دون حتى رضا اهلها طبعا دي بتبقى بعيدة تماما عن منهج الله سبحانه وتعالى واول ما تتجوز جوزها باول مع اول مشكلة بينهم هيعيرها ولا انت درامات نفسك عليها وجوز سين مراهل لازم كل بنت يبقى لها عزو عليها اهل وكل بنت اهلها ربوها وتعبوا فيها ما ينفعش ابدا ان هي تتجوز من وراهم يعني ربنا هيبغبون عليها جدا وحيحصل لها كده لما تكبر ولادها هيعملوا في نفس الحكاية البرو لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين وتداني معنا اول طبعا